باركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ناصر بن حمد الخليفة هذا الوسام الرفيع يأتي اعترافا دوليا للإسهامات المتميزة والجهود الكبيرة التي بذلها سموه في دعم تطور الحركة الرياضية بمملكة البحرين والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرامية للنهوض بالقطاع الشبابي ورياضي بالمملكة والذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق رياضة البحرينية العديد من الإنجازات بمختلف المشاركات والمحافل الدولية والتي كان أبرزها الحصول على الميدالية الذهبية والفضية بدورة العابة الأولمبية التي استضافتها مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في أغسطس الماضي ما شكل دافعا واضحا لتعزيز مكانة الرياضية البحرينية على الخارطة العالمية والتعريف بقدرات وأمكانيات البحرين كدولة متطورة في المجال الرياضي وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الوسام الرفيع يأتي ثمرة واضحة لجهود سموه المميزة في تطوير وارتقاء الحركة الرياضية بالمملكة وترجمة لتوجيهات جلالة الملك المفدة في الاستمرار على نهج البناء والتطوير والمضي قدما نحو تحقيق النجاحات والنجاحات للتأكيد على المكان التي احتلتها الرياضة البحرينية على المستوى القري والدولي مضيفا سموه أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة استطاع تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال خارطة الطريق التي وضعها ما ساهمت في بناء منظومة رياضية متطورة على الصعيد الإداري والفني والتي انعكست بصورة واضحة على الإنجازات التي تحققت كما أشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن سموه أطحى للجميع نموذجا للقيادة الشابة بفضل السياسة التطويرية التي يتبعها والتي ساهمت بشكل واضح في تحقيق نقلة نوعية في الرياضة البحرينية